المشكلات العميقة التي تضرب العراق التولة والشعب لا تشبه ما يحدث في أي مكان آخر هنا تظهر المشكلة تتحول إلى أزمة يتحدث الكل عنها قبل أن يتفطن مسؤول ليقدم تفسيراته وتبريراته فينتهي الأمر بوعود لمعالجة المشكلة ثم لا يحدث أي شيء ما ذكره ينطبق حرفيا على قضية الاستحواذ على أملاك الدولة من أحزاب سياسية وميليشيات مسلحة أزمة أثارت زوبعة إعلامية إنحنى لها ساسة المنطقة الخضراء لتمضي كحال ما سبقها من أزمات دون حلول أو معالجات وأن لهم أن يعالجوها وهم الذين يقتسمون جزءا كبير من أملاك الدولة المنهوبة ما بين منازل يقطنونها ومكاتب الاستثمار السياسي والتجاري أيضا قاضي هيئة النزاه عز التوفيق حذر من بلوغ ظاهرة الاستيلاء على عقارات الدولة مدايات خطيرة وأرقام مفزعة وقال إنه لا تكاد توجد قطعة أرض في بغداد سواء أكانت للتشجير أو متنزها إلا وتم التجاوز عليها ووصل الأمر حتى إلى أرصفة الشوارع توفيق أضاف أن عقارات الدولة نارت الكثير من التجاوز وأن ملف العقارات العائدة للدولة مر بمراحل تزوير وتلاعب على مستويات كبيرة جدا بل إن دائرة العقارات التابعة لوزارة المالية ودائرة العقارات في أمانة بغداد لا تمتلكان إحصائية دقيقة بالعقارات التي تعود إليهما عمليات النهب والسلب التي تحدث في العراق لم تشمل ممتلكات الدولة فقط بل طالت أملاكاً وقفية ترجع عائديتها منذ مئة السنين للوقف السني وممتلكات خاصة لمواطنين لا يملكون من السلطة ما يمكنهم من أن يستعيدوا حقوقهم ولا توجد عدالة قادرة على إعادة حقوقهم لهم تواصل ظاهرة النهب هذه تكتسي خطورة كبيرة لكونها تكرس حالة عدم الشعور بالأمان في بلد تحاصره الأزمات ويخنقه ضجيج الوعود الكاذبة التي لم تعد تنطل على شعبه شعب يعيش على أمل إزاحة الطبقة السياسية بكل ما تمثله من فساد وبؤس وتابعية لكنه للأسف لا يفعل شيئاً من أجل هذا الهدف